اللي رأيت أبع منكم في الأخبار بالتأكيد رأي شاف أنه فيه اجتماع للحزب الشيوعي الحزب الشيوعي ألفا الصين ليس هناك حزب خارج الحزب الشيوعي هناك حزب واحد في الصين هو الحزب الشيوعي وعضاءه حوالي عشرة ألاف عضو يجتمعون كل خمس سنوات في مؤتمر وفي الغالب هما اللي يخرجوا الأمين العام أو رئيس الحزب يخرجوه إلا كان رئيس الحزب معناحي واللي رئيس الصين واللي رأيه الآن هو كسي كما يسموه إكس إي يتكتب إكس إي كسي بينك كانت القانون عندهم في الصين منذ سقوط موتي تونك وموتي تونك كان يعتبر أكبر زعيم وإن كان دار كوارث كبرى خاصة فيما عرفها بالثورة الثقافية وتل فيها ملايين الصينيين منذ رحيل موتي تونك في 1976 قررت القيادة الصينية التي جاءت بعده بعد أن أطاحت بعصابة الأربعة بما فيهم زوجة موتي تونك اللي كانت موجودة آنذاك قرروا بأن ما فيش واحد يحكم كتر من عشر سنوات إذن عهدتين فقط وبالتالي اللي جاء بعده موتي تونك حكم عشر سنين اللي بعده عشر سنين اللي بعده عشر سنين ثم جاء هذا جاء كسي هذا كسي بينك جاء في 2012 وعلى أساس أنه يبقى عشر سنوات إلى آخره لكن هذا دالهم كما دار عندنا أبو تفليق غير الدستور وراه افتح الدستور عندهم لعهدات قالت لي ماذا؟ قالت لي أنه راح قدم وبالفعل راح نشوفه دارك بعض النقاط قدم خدمات كبرى للصين وارفع الصين في هذه العشر سنوات الأخيرة مقام عالي جدا وبالتالي حتى يكمل خاصة أنه مازال صغير يعني هو في استينات من العمر حتى يكمل الطريق ويكمل هذه النهضة يجب أن تضاف له عهداء وعهدتين ما قالوش كم لكن يخلوها مفتوحة يعني يخلوه العهدات مفتوحة المرجح أنه راح نزيد له عشر سنوات يعني خمس سنوات هذه الجاية واللي بعدها راح يحكم عشرين سنة هذا هو المرجح لماذا؟ قالوا لأنه حقق من ناحية الاقتصادية في العشر سنوات الأخيرة من 2012 ضاعف الاقتصاد الصيني دوبلاه إلى درجة أن الاقتصاد الصيني تقريبا العام الجاي وهذا تقريبا واللي بعده راح يعادل الاقتصاد في خلال العامين القادمين أو ثلاثة راح يعادل الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأمريكي العام اللي فات هو 21 ألف مليار يعني الناتج GDP كما يسموه بالإنجليزية Gross Domestic Product أو PEP كما يسموه بالفرنسية أو بالعربية وهو الناتج القومي المحلي معناها ما تنتجوا بلد في عام أمريكا العام اللي فات كانت أكثر من 21 ألف مليار دولار الصين ما كانش بعيدة عليها كانت في حدود 18 ألف فاصل ويعتقد أنه في خلال ثلاث سنوات القادمة سنتين ثلاثة يصلون إلى نفس يصلوا في حدود 24 ألف مليار دولار 24 تريليون تصبح أمريكا والصين كيف كيف إلى 2025 أو 26 فإذا حقق شيء كبير جدا الأمر الآخر اللي حققوا أيضا هو أنه حافظ على قوة الحزب وعلى حكم الحزب الشيوعي طبعا هذا بالنسبة لهم شيء الصين هي بلد غريب جدا يحكمه حزب واحد ولكن السائد فيها هو النظام الرأسمالي أي أنها سياسيا نظام شيوعي نظام الحزب الواحد واقتصاديا نظام رأسمالي يعتمد على السوق وحركية السوق والعرض والطلب إلى آخره قالوا أيضا أنه حقق ما عرف بطريق الحرير أو بيلت أندروت بيلت أندروت إنسياتيف هذه وهو أن طريق الحرير هذا هو أنه الصين تبني طرقات وموانئ في حوالي ثمانين بلد نصف العالم بحيث تصبح السلع الصينية تصل إلى كل العالم خاصة بالطرق البرية وبطرق القطارات وأشياء أخرى هذا تفصيل طويل وعريض هذا البيلت أندروت إنيشياتيف هذه أو بالعربية ما تتلقون عليه طريق الحرير هكذا اختصارا قالوا أيضا أنه رجع يعني فرض القانون في الهونغ كونغ وهونغ كونغ كان فيها مشاكل كبير جدا في السنوات الأخيرة وهونغ كونغ كما نعرفوها أنها بلد كانت تحت حكم البريطاني وعاد للصين في 1997 ولكنه كان عنده نظام مختلف الصين مع الوقت سحقت هذا النظام المختلف وتقريبا الآن رح يتبع النظام الصيني في كل تقريبا إضافة إلى ذلك حق نمو عسكري غير مسبوق ففي السنوات الأخيرة بنات ما بنته الصين في مجال الصناعات العسكرية خاصة البحرية تجاوز ما بنته الولايات المتحدة يقولك حسب أحصائيات الأمريكية في 2020 أن الصين الصين صنعت 63 بارجة حربية ضخمة إضافة أكثر من أمريكا العدد لصناعات أمريكا عادلات الصين وزادت عليه 63 بارجة حربية كبرى أي تفوقت في الصناعات البحرية العسكرية خاصة إضافة إلى أن الصين أصبحت أكثر ندروها بين قوسين أكثر عدوانية في المطالبة بطايوان وطايوان كما تعرفوا تعتبرها الصين أنها بلد خارج من الصين الأم وأنها يجب أن تعود إلى الصين الأم وشفنا واشصر عليها في الأسبوع الماضية مع الأمريكين إلى آخره وأشياء أخرى بما فيها ازدهار خرج مئات الملايين من الصينيين من الفقر كل هذا دعاية على الأقل لكنه في كثير منه صحيح خلات أن يكون قال هذا نزيدوله عهدة أو عهدتين لكن الحقيقة ماهيش بهذا الجمال أو بهذا اللون الوردي الحقيقة أن هذا اللي قيل صحيح لكن هناك أيضا قمع غير مسبوق في الصين هناك أيضا قيام دولة الديجيتال كونترول المراقبة بتاع الديجيتال الصين اليوم هي عبارة عن كاميرات في كل مكان وعبارة عن أقمار صناعية تراقب الصينيين في كل مكان في كل مكان مرات حتى قالوا رموس له الآن إلى كاميرات تخترق الجدران تعرف الناس وش يديروا في ديارهم يعني أما في الأماكن المفتوحة والشوارع والحدايق العامة والمراكز والحكومية والإدارات كلها كاميرات وهناك شيء في الصين رح نختصروا لكم هو هذا لو كانوا قعد نتكلم فيه ساعة ممكن يسموه كل واحد عنده باسفور اجتماعي وش معنى الباسفور اجتماعي هذا يشوفوك وشنو الأشياء اللي درتها مليح حسب الحكومة وشنو الأشياء اللي درتها قبيح حسب الحكومة كل ما تدير أشياء مليحة يعطوك نقاط في هذا الباسفور ما تديرش أشياء مليحة حسب الحكومة ينقصوك من هذوك النقاط إلى درجة أن كاين بعض الناس كين قصوهم ما يقدرش يشري بيت يولي ما يقدرش يشري سيارة خاتش يقولوا له أعطينا الباسفور يشوفوا الباسفور الاجتماعي بيقولوا له حتى أعطينا الباسفور يقول له أعطينا أسمك فقط أو يوقف أمام الكاميرا فقط يوقف الكاميرا تخرج كل ما له وما عليه كاي الناس في الصين ما يقدرش يركبو في البيس لأن نقاط طاعة الاجتماعية اللي عندهم كما أنتو ما ذكره يقول لك في الجزائر مثلا يجب أن عندك نقاط كذا باش توصل باش تدي البيت نقاط اللي عندو ما تسمحلوش باش يركب البيس وكاي اللي ما يسمحلوش باش يركب البيسيكلات كاي اللي ما يسمحونوش باش يمشو في الحدائق العامة يعني حسب الأخطاء اللي دايرين هالو شغول كارجي دي سيار بالصح كارجي دي سيار يتعمر كل يوم لأن الكاميرات تتعرف على الوجوه وانت في الطريق لو كانت ترميز شوينغوم تمركي لك ركمية شوينغوم وتنحلك نقاط أما إذا من يشعر فنا الدوس مع واحد ولا ضرب واحد ولا ذك شيء آخر وأشياء أخرى كثيرة المهم عندهم باسبورات تتعمر أو نقاط تتعمر بكل ما هو فعل ترضى الحكومة وما لا ترضى الحكومة الحسنات والسيئات بعبارة أخرى إذا حسناتك أكثر من سيئاتك ركعوضوا مقبول في المجتمع يسمحوا لك تشري دار يسمحوا لك تخدم يسمحوا لك تركب البيس تركب القيطار إذا سيئاتك حسب الحكومة أكثر من حسناتك فتبدأ تنقص إلى درجة كاي اللي ما يسمحونوش باش يتزوجوا كاي اللي ما يسمحونوش باش يخرجوا من الدار يديروا لهم إقامات جبرية يبقى في دارك أنت لا تصلح أنت عندك سيئات بزاف هذا موضوع كاشنهار إن شاء الله نجيبو لكم بالأدلة نجيبو لكم بالتدقيق نجيبو لكم بالتفاصيل واللي يعرف الإنجليزية خاصة يستطيع أن يدخل على هذا الموضوع نظن نرى فيها بعض الكتابات بالعربية وربما الفرنسية على الرقابة كيف تفرض الحكومة الصينية الرقابة على المجتمع الصيني إذا نجحت الصين وأصبحت هي القوة المسيطرة وهذا ممكن جدا بعد حوالي عشر سنوات من الآن فمن المتوقع جدا أنها ستفرض هذا النظام العالمي هذا النظام الصيني على العالم أجمع احتمالات فوز الصين والتصبح هي القوة الأعظم كما رأي اليوم أمريكا هي القوة الأعظم أنها قد تفرض هذا النظام على أكبر عدد ممكن من الدول خاصة في آسيا ولكن أيضا في إفريقيا وممكن جدا رقاد في عين فكرون أو في الخروب أو في مكناز أو في وهرن أو في القالة أو في عنابة أو في تونس على سبيل المثال فقط وراه الصيني يكونترولي فيك من بيكين من بيكين من العاصمة من بيكين أو من شانغاي أو من أي مدينة صينية يقول لك دير هذه وما تديرش هذه وفعل هذه وما تفعلش هذه على بالكم باللي رأوا عندنا اليوم في العاصمة الجزائر عندنا كاميرات أعطاء تهلم الصين تتعرف على الوجوه المجرمين هذا فاشتطوروا بعض الناس قالوا هذه هي دولة الدجال القادمة ممكن ممكن جدا لكن هناك شيء رهيب يحدث في الصين وهي الهيمنة والسيطرة على المجتمع الصيني إلى درجة أنه يندر جدا أن تكون هناك مظاهرة في الصين تعرفوا باللي رانا في هذه الفترة ينتظروا انهيار أكبر شركات انتاع المقاولات وإذا انهارت شركات المقاولات البعضها انهار لكن ما زال بعض راشد غير بالخير إذا انهارت الشركات هذه راح تخسر آلاف المليارات من الدولارات مما يؤدي إلى زلزال هائل داخل الاقتصاد الصيني وإذا اهتز اقتصاد الصين فإن كل ما شفناه مما يحدث اليوم من ارتفاع الأسعار نتيجة حرب أوكرانية وقبلها الكوفيد سيكون لعبة إذا انهار الاقتصاد الصيني للعام هذا قالوا رغوا تخل في ريسيسيون تيكنيك كساد تقني واش معنى كساد تقني لما مرتين في دو تري ماستر في ثلاث شهر ثم ثلاث شهر ما حققش نسبة نسبة معينة من التفوق النسبة الماضية من من الإنتاج من التطور يدخل في ريسيسيون تيكنيك وبعد ريسيسيون تيكنيك الاحتمال الكبير يدخل في ريسيسيون تيكنيك وهو الكساد الولايات المتحدة والصين كلاهما دخلوا في ريسيسيون تيكنيك إلى درجة أن الصين كالمفروض تعلن اليوم على قيمة جي دي بي قيمة الناتج الخام مع النوش عليه متوقع جداً أنه يأتي أقل من المتوقع وخافوا يأثروا على المؤتمر ومحبين يظهر أن المؤتمر كل شيء إيجابي فإذا انهار القطاع السكن في الصين سيكون تأثيره كبير على الاقتصاد الصيني والاقتصاد الصيني لأن الصين تنتج أكثر تنتج وتبيع للعالم حوالي 50% مما يستهل كل عالم فإن الصين يسموها مصنع العالم فإنه سيكون تأثير هائل ما نشعارفين تأثير حتى كبار الخبراء في المجال هذا مش عارفين كيفش سيكون التأثير لكن يقول لك سيكون تأثير مدمر على الاقتصاد العالمي لأصلا البنك العالمي والصندوق النقد الدولي رغم كلهم يحذروا من أن 2023 قد يكون سنة كساد للاقتصاد العالمي ما معنى كساد؟ معنى أن الدول تنتج أقل من العام الماضي من العام هذا تعدل 2023 سينتجون أقل مما أنتجه في العمل قبله العمل قبله وبالتالي هناك زيادة في البشر ولكن ما فيش زيادة في الإنتاج ومن ثم هذا يخلي أن هناك انهيار ويوم حدود انهيار اقتصادي يكون فيه كثير من البطالة يكون فيه كثير من الشركات التي تغلق فيه أشياء كثيرة جدا تتربط على ما يسمى بالكساد رح نعود ونرجع للموضوع الصيني لأنه رح يهمنا من جوانب أخرى خاصة أن العصابة الآن بدأت حسب المعلومات التي لدي بدأوا يتحدث مع الصينيين إذا كان ممكن يلقوا عندهم بديل لبعض الأسلحة الروسية لكانت الصين طورتها هي أسلحة الروسية واستخدمتها الصين أو طورتها لأنه رح يتأكد كل يوم أكثر من أن الروس لن يعودوا بقدرتهم بيع السلاح للجزائر وبيع السلاح لدول أخرى كانت تعتمد عليهم بصحة الكارثة هي الجزائر لأن الدول الكثيرة تشتري من عند الصين من عند الروس لكن تشتري بالنسبة 50% 30% 40% اللهم إلا دولة مثل الجزائر وطبعاً العصابة في سوريا أو العصابة بالجزائر العصابة في سوريا بعض الدول في إفريقيا إلى آخره ليشروا أكثر من 80% الجزائر تشري 85% وبالتالي هذه واحدة من الإشكالات الكبرى اللي رح يتواجه كمشة الجنيرالات والمخابرات الإرهابية